السلام عليكم. يا رب تكونوا كلكم جميعا بخير. اه انا هعمل معكم النهاردة صنف حلو قوي. خفيف. اه سهل. مكوناته متوفرة في كل بيت. اه ينفع للفطار وللعشا. اه لو انتم زهقانين من الحاجات التقليدية. اه برضو ممكن الولاد تاخدوا معها وهي رايحة وهما رايحين المدرسة. مكوناته سهلة جدا وبسيطة وطريقته سهلة جدا جدا. عندي هنا خمس بيضات. حطيت عليهم معلقة من الخل معلقة صغيرة. عشان الزفارة بتاعت البيت. حطيت اه معلقة صغيرة من الفلفل اسود بالمعيار اللي هو بيبقى موجود معلبة البهارات. يعني حاولي نص معلقة صغيرة بتاعت الشاي. وحطيت برضو نص معلقة من الملح. نص معلقة صغيرة. حطيت راشد بابريكا. هبدأ امزجهم كويس. عندي آآ كوباة من اللبن ضفتها. وهبدأ اقلب. وعندي نص كوباة من الزيت. ومعلقتين كبار من الزبادي. هضيف كمان الزبادي واقلب. همزج المكونات دي كويس جدا. عشان تدي نتيجة كويسة لما تضاف على الدقيق والمكونات الجافة. عندي الدقيق بتاعي حطيت آآ كوباة من الدقيق الابيض وكوباة من الدقيق البني. انا لانه ما كانش عندي ابيض انا بعملها الوصفة بالدقيق الابيض بس عم اجربتها المرة دي نص ابيض نص بونية طلعت حلوة جدا. تلات معلق صغيرين من بودر. حطيت نص معلقة من التوم البودر ونص معلقة من البصل البودر. نص معلقة صغيرة. آآ حطيت معلقة صغيرة مليانة من الأورجانو. الأورجانو طبعا بيديها مزاق حلوة اولوة المزاق الايطالي بتاع البيتزا. اللي بتكويس وهبدأ اضيف المكونات السيلة اللي عندي. هضيفهم بالصورة ديت وهبدأ اقلب كويس قوي لحد ما كله ممتازج مع بعضه. طبعا اهم حاجة هتاخدوا بالكم من قوام القوام العجينة دي. آآ لان هي قوامها شوية بيبقى زي مش القوام عجينة يعني بيبقى زي قوام الكيك. يعني مش بتبقى عجينة آآ زي عجينة البيتزا. فهنا طبعا انا لقيتها آآ شوية آآ جمدة. فانا عايزة خلي قوامها زي قوام الكيك. فاضفت عليها نص كبات لبن. زودت نص كبات لبن. وزودت آآ تقريبا مع لقتين من الزيت كمان. وبدأت اضيف. قوامها زي منتو شايفين كده. آآ ده قوام المزبوط لها. عندي هنا كمية من الخضار قطعتها صغير. عندي طماطم قطعتها. آآ حوالي طماطمها كبيرة. ونص في الفلاية خضرة. ونص في الفلاية اللي هونها برتقاني. آآ حطيت آآ زاتون اخضر. آآ وحطيت زاتون سود. آآ حطيت هنا معلقتين من الكاتشاب. وهخط هنا آآ حوالي آآ تلات اربع كوباة من الجبنة البيضة. جبنة الفيتا. انتو يا جماعة ممكن تغيروه في المكونات براحتكو. بس المكونات دي اقتصادية اكتر حاجة. ممكن مسلا تضيفه باسترمة او تضيفه سوسيس او زي ما بتحبه. بس انا بحب بحس ان اللي بالاجبان بتبقى ازرف في الفطار وفي العشاء آآ انها ما فيهاش لحم او كده. آآ بتبقى سهلة لو حد اخدها مع المدرسة مش تعمل ريحة زيادة او كده. فزي ما انتو شايفين كده انا قلبتها وده القوام هي بتاع القوام ده آآ قوامها ومش محتاجة تتخاف ولا حاجة. ده القوام بتاعها بعد ما زكت الخليط كله مع بعضه. هبتدي اصبها في بتاعتي. عندي ده البايركس اللي عندي. ممكن تصبوها آآ في صنية. اكبر من كده. انا بحبها قوامها يبقى زكوامك كاكا. آآ بسومك الكاكا. فانت ممكن تصبوها في صنية اكبر لو انتو حابين القطع بتاعتها ما تيجوا تقطعوه تبقى آآ تبقى آآ خفيفة يعني. انا حطيتها في الفرن بعد ما صبتها وحطيتها ع درجة مية وتمانين. خطيت حوالي خمسة واربعين دقيقة على الراف الاوسط. طلعتها واختبرت السوة بتاعها زي ما انتو شفتوا دلوقتي بسكينة. آآ هبتدي ارش على الوش كده شوية من الكاتشاب. وهحط جبنة موتزرلة. حط في الفل آآ زتون اسود. ممكن انتو تحطوا شوية خضار برضو عادي. آآ وممكن آآ تحطوا حبة البركة كمان. انا حطيت رشة من السمسم. ممكن تخطوا رشة من حبة البركة. بس انا حطيت بس اكتفيت برشة من السمسم كده. هدخلها الفرن تاني برضو ع الراف الاوسط آآ شوية. وافتح عليها الشوية. حوالي خمس دقائق بكتير قوي. بس ده الشكل النهائي بتاعها. الجبنة ساحة. واخدت وش لون جميل جدا. وزي ما قلتلكم. طعمها طحفة. آآ طبعا ديت آآ بتطعم البيتزا بس بهيئة الكيك. يا مزيج بين بين الكيك الملحة والبيتزا. آآ هتعجبك جدا. ممكن انا بخدتها معايا وانا رايح على الشغل. آآ سهلة وبسيطة ومعاملوها للولاد عشان تغيروا الحاجة التقليدية بتاعة الفطار والعشا. يارب تكون الوصفة عجبتكو. ويارب تجربوها وتكتبو لي الكومنتات بتاعتكو عليها. وزا كانت عجبتكو ولا لأ. آآ ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير. انا برضو وردكو هنا قطعتها. وآآ وردكو شكلها النهائي. وهي ازاي هشة وجميلة جدا. وقوامها عامل ازاي. بطعمها حلو جدا. آآ يا رب بالهنة والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله.